لم تنشأ إذن العلمانية في عالمنا الإسلامي وإنما في أوروبا إذن عندما يقال علمانية في عالمنا فإنما هي وليدة فما أسباب انتقالها إلى عالمنا الإسلامي؟ إن أسباب انتقال العلمانية إلى العالم الإسلامي كثيرة نقف على بعضها أولها انحراف كثير من المسلمين عن عقيدتهم الصحيحة وذلك بكثرة البدع والخرافات والشعواذة والأهواء وقلة الفقه في الدين بين المسلمين كما كان من أسباب انتقالها إلى عالمنا الإسلامي الاستعمار الغربي للعالم الإسلامي إذ إن الحرب لما تنتهي بعد بيننا وبين الغرب فكثير من بلادنا قد وقعت تحت سيطرة الاستعمار وخاصة بعد سقوط تركيا كما علمنا في حينه من هذه المادة العلمية أيضا من أسباب انتقال العلمانية إلى العالم الإسلامي خلف الغزو الفكري في مجتمعنا الإسلامي آثارا بعيدة المدى منها إبعاد المسلمين عن دينهم بوسائل مختلفة وتحت أسماء خادعة كالتغريب والتحديث والحداثة والتحضر إلى آخره وهو ما أدى إلى ظهور هذه الفكرة في مجتمعنا وتوغولها بين أبنائنا الأمر التالي من أسباب ظهورها المستشرقون الذين كانوا معبرا حقيقيا لخوض الاستعمار إلى عالمنا الإسلامي وانتقاله إلينا أولئك المستشرقون الذين صوروا الإسلام صورا دفعت الغرب إلى الهجرة القوية إلى بلادنا والسيطرة والهيمنة على عالمنا كذلك من أسباب انتقال العلمانية إلى عالمنا الإسلامي المنصرون كما علمنا في حينه منذ قليل إن المنصرين في عالمنا الإسلامي من خلال نشراتهم وكتبهم وتمثيلياتهم وأفلامهم ومدارسهم المختلفة كانوا سببا في انتقالها إلى عالمنا أيضا من أسبابها الأقليات غير المسلمة داخل المجتمعات الإسلامية فالمرء دوما مستمسك بفكره وعقيدته وهؤلاء عندما أقاموا في بلادنا كانوا يحملون أفكارهم التي تناقلوها بين أبنائنا فغدت أفكارا مؤكدة ومهيمنة للعلمانية في ديارنا وكذلك من أسباب انتقالها تقدم الغرب في العلوم المادية وضعفنا أيضا في تلك العلوم بعد أن كنا سادة وأساتزة لأوروبا باعتراف الأوروبيين أنفسهم كذلك من أسباب انتقالها البعثات إلى الخارج عندما يرسل المسؤولون أبنائنا لتعليمهم وتثقيفهم في أوروبا فإنما يعودون وقد حملوا في جعابهم تلك الأفكار العلمانية وبالتالي ينشرونها بين أوطانهم ترجمة نانسي قنقر